وفي شأن آخر أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي حرصا مصر على فتح أفاق جديدة للتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في عدد من المجالات الهامة ذات الأولوية وعلى رأسها مكافحة الإرهاب جاء ذلك خلال مباحثات وزير الخارجية مع المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي حيث تناولت المباحثات محاور التعاون القائمة بين مصر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حيث استعرضت المسؤولة الأممية أهم مجالة التعاون المشتركة القائمة وأيضا على رأسها مكافحة المخدرات والإتجار في البشر وتهريب المهاجرين بالإضافة إلى مكافحة الفساد والجرائم المالية وتعزيز منع الجريمة والعدادة الجنائية